وأيضا بهذه الدكرة المجيدة الرابع والعشرين من إبريل أكد اللواعي دروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية إن يوم الرابع والعشرين من إبريل 2016 بعد الألفين للميلاد سيظل حدثا استثنائيا في تاريخ الشعب الجنوبي والذي اجترح فيه أبطال القوات المسلحة من منتسبي قوات النخبة الحضرمية الأشاوس نصرا تاريخيا مؤزرا تكلل بدحر فلولي تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي من ساحل حضرموت بدعم ومساندة من الأشقاء الكرام بدولة الإمارات العربية الشقيقة وجاء ذلك في منشور له بمناسبة الدكرة الثامنة لتحرير الساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية وأوضح الزبيدي إن الرابع والعشرين من إبريل سيظل يوما مجيدا سيخلده التاريخ ليحكي للأجيال قصة أولئك الأبطال الميامين الذين استرخصوا أرواحهم ودمائهم فالسطروا ملحمة تاريخية تحولت إلى أثرها مناطق حضرموت إلى واعة آمنة والواغى خير شاهد مترحما على أرواح الشهداء شهداء البواثل الذين قضوا نحبهم دفاعا عن تربة الوطن الطاهر موجها كل التحية لأولئك الشجعان الذين يواصلون ملاحقة فلول الإرهاب ودك أوكارهم على امتداد رقعة جنوبنا العزيز